موسيقى اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج عين حلقتنا نهاردة حلقة مخصصة لكل افراد الاسرة ونحن موجودين في المصرحية العالمية ريبونزل لك احنا هنشوف ريبونزل بالعربي وكمان نعرف اخر اخبار نجوم هاليويد اكس اكلوسيف لبرنامج عين هنشوف دلوقتي لقاء خاص جدا وحصري مع نجمة مصرحية ريبونزل واللي هنعرف منها احكاية ريبونزل بالعربي واللي هي مهتمة بمصرح الطفل تعالوا مع بعض نبدأ لقائنا مع مرو عبد المنان النهاردة بتنورنا الفرانسس اهلا يا مرو عزيك اهلا بيكي مبروك ريبونزل اهلا بريكيكي موسيقى انا عايز اقول لك شكلك يجنن والبنات كلها الصغيرة جوه كله داخل تانجلج تانجلج وكله داخل يتفرج اتجاهك للمصرح والطفل وانتي ما شاء الله عماتي نجاح كبير جدا اذا كان بسنو وايت او ألس انتي كمان تعميري تانجلج المراتي المصرحي دي مش سهلة خاصة لا خالص صعبة جدا ما هو يعني انا كنت حابة فكرة ان انا اخذ حاجة هم يعني الناس كلها هتبقى صعبة عليهم حابة فكرة التحدي لما فكرنا بعد ألس ممكن نعمل ايه حاجة صعبة يعني فكنا مفقرين في قصة تانية مش عايز احرقها عشان هتبقى هي اللي جاية اللي جاية ان شاء الله تبدا سكوب فيه بعد حمان رفانزل فيه ان شاء الله هيكون فكرة تانيقى ان شاء الله بإذن الله بس لما عدت فكر كده قلت لأ رفانزل فيها تحدي اكتر عشان تكتل الشعر هي متعبة جدا 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 مش عايز اقولك قدي ايه يعني فان كنت حابة فكرة تحدي ومعنين رفانزل كل البنات بتموت فيها يعني ما فيش بنت ما بتحب رفانزل اصلا تعفى كمان فيه بنات تشتروا الشعرها التويل الاصفر والله فيه محلات بقيت بتبيع اللي تبولي عشان شتري التجهزات المصرح ميوزيكال كمان بيكون صعب وانتي نقدر نقوم بيتي وحشة في المصرح بتاع الاطفال بتعرفي تتعاملي والاطفال بقيت بتاع تستناكي اتجاهك يا مروع للمصرح وان انتي تعرفي تعملي حاجة ميوزيكال زي دي بحتاج منك تدريب ادي لا كتير يعني بصي انا بقى لثلاث سنين كده وراباض من سنويت وفي اخر سنويت بجاهز في أليس وجاهزت أليس في سنة وفي اخر أليس كتبها جاهز في رفانزل كل مصرحيات خدت مني في حدود السنة تجهزات لكن رفانزل على قدمها صعبة جدا لكن خدت منينا في شهرين احنا جاهزنا في شهرين بس فتي كانت صعوبات احنا لم نكنش من نام فالس لانا ولا أستاذ محسن ولا فريق العمل معي يعني شهرين بتعامات الملابس والديكور والمزيكة وتدريبات والرأس لم نكنش من نام بالجد يعني الناس كلها تقبت قوي لان احنا كوننا ملتزمين ان احنا لازم نطلحها في أجازم السنة وعادل الناس بكده فدي أكثر مدة عملنا فيها فإحنا نضمار طبعاً ربانزل بالعربي منقدر نقول انها مغامرة وتحدي دي فعلاً بصي أولاً مصرح الطفل ملزم يا ناس فكتة صعب جداً ده مصرح أصعب أنواع المصرح أصعب من المصرح الكبارة على فكرة يعملي مصرح طفل ما بعرفش يقض خمس دقائق على بعضي الطبيعته ما بعرفش يقض خمس دقائق على بعضي ومستحيل اني تسكتي عدد كبير جداً من الأطفال وتقنعين في الوقت اللي احنا في ده هم معتمدين كلما على السوشيال ميديا وخلاص أفاقهم وتفكيرهم بقيت غير تفكيرنا فكرة أن أنت تحويلي من مصرح من فيلم كارتون شاهده بالإنجليش أو حتى لو كانوا دابلش لأنه يتفرج عليك بجد ويشوف الشخصيات حقيقية قدامه ويقتنع بك ده صعب جداً لأنك تنفع تتحكي على الطفل نهائي ينفع تتحكي على الكبير لكن الطفل لو ما صدقك اش انتهى بصونا أطفال دلوقتي ليس أطفال نعم نحن نلعب في حتى خطر جداً لأنه لو الطفل لم يصدقك المشروع كله سينتهي بلس أنني كنت أحبب فكرة ربانزل بالعربي لأن هناك الكثير من أحببت تتفرج عليها إنجليش وتعرض علينا أن نفعلها إنجليش لكنني صممت أنه يبقى عربي في البداية العرض كانت سيكون بالإنجليزي؟ لا يعني فيه فئات قالوا إيه يعني عملوها إنجليش عشان نيجي يعني أنا ما ما وفيتش على الفكرة دي لأن أنا حب فكرة العربي وقلت لهم الناس اللي طلبة بالإنجليش أنا هجبهم يتفرج علي بالعربي أنت لازم أقول حاجة أنا حضرتها في عروض كلها اللي فاتت أن أنت بيكون عندك كل أفراد الأسرة وكل شرائح الاجتماعية ودي حاجة مهمة جداً يعني كنت بشوف الناس في مصرح البالون إلا قدرين يدفعوا تذكارة أعلى كنوبيجو وإلا حتى بردو قدرين يدفعوا تذكارة بسيطة كنوبيجو وماشاء الله عملتوا إرادات كبيرة جداً يعني هتتحط في التاريخ بتاع مصرح البالون إنت قالتكم هنا بقى للتجمع والمنارة إش معنا؟ أسباب كثير قوي أولاً الدولة فيها يعني يعني على قد مميزتها بس هي إنتاجها بيبقى بسيط أنا كنت عايزة أعمل الأكبر وأعايزة يعني أكبر بالمشروع فكنت محتاجة إنتاج كبير زي ما أنتم شايفين يعني اتصرف على المشروع ده كثير جداً يعني كنت محتاجة أن أنا أطوره ثلاث عرود في اليوم مجهود كبير أنا عايزة إنا خطفينها وسط العرود وأنا عارفة أن أنت على المسرح بتكوني يعني في حركة كثيرة وفيها أغوانة بسي يا مروا بتقداري أن أنت في اليوم واحد ما عندك أكتر من العرود بس يا دي أول مرة أعملها وإن شاء الله أخير كان إحنا محكومين بظروف خلاتنا نعمل ثلاث عرود حتى نقدر نعمل أكبر عرود في وقت صغير ونقدر نجيب أكبر فئة من الناس تتفرج علينا يعني هو مجهود كبير جداً لكن كلهم يهون قدام فرحة الطفل وإنبساطه والنجاح والتسقيف اللي بسمعه في الآخر ده أنت بتنسي كل التعبك يعني ربنا يقدرنا بقى وفادل عرضين أهو إن شاء الله تعرفة كل البنات الصغيرين اللي عرفوا أن أنا جالك النهاردة كلما من إيدا أنت هتقابني موروك هتقابني برانساس أريد أنها فعلاً برانساس جماعة في الحقيقة والتفاصيل أنتوا مهتمين جداً بالديكار مهتمين جداً بالملابس إن دي كمان من ضمن عوامل الإبهار طبعاً طبعاً أصلي بصي مفيش عمل بينجح بحاجة واحدة بس لازم كل العناصر تكون مكتملة طبعاً ده شغل أستاذ موحس أنه هو يعني دقيق جداً 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 الناس كلها خلف الكواليس من ديكور أشعار مديكة ملابس مكياج أنا مش عايزة أنسى ناس شعر يعني كوافر كلهم مخلصين جداً وكلهم دقوبين جداً على المشروع ده وحبين الفكرة ومخلصين بجد تدقيني الحاجة لما تعمليها بإخلاص شديد جداً وروحها حلوة غصباً عن أي حد لازم هتطلع بالنفس الروح دي نقدرني أنت خدتي خلاص حبيتي مسرح الطفل بوسي أنا لقيت نفسك فيها مروح أن كمان الوقوف على المسرح مش سهل والوقوف كمان على المسرح للطفل ما هواش سهل صن أنت بالترجيتي كل كمان مش الطفل بس أنت كل أفراد الأسرة بيجوا ببسطوا بالضبط يعني بشوف كمان أهليهم مبسوطين جداً في العروض اللي كانت تقدمت قبل كده أو العرض اللي احنا موجودين فيه كمان النهارة ده لأنا كنت عايزة أقول بالضبط أنا مش عايزة أسميه مسرح الطفل أنا عايزة أسميه مسرح الأسرة لأن أنا مش بخاطب الطفل بس أنا عامل عمل يستمتع به كل أفراد الأسرة كبير وصغير فأنا مش عايزة أخصصه يعني هو قائل الترجيط الطفل عندي بس هو مسرح بالكل يعني أنا عامل أشعار تقيلة مش خفيفة كلمات مش بتاعتها خفيفة لا يعني اللي يفهمها الكبير والصغير ويحسها الكبير والصغير الترجيط بتاعي يعني أنا نجحت في السلسلة دي وعايزة كاملها لأخرها ده مشروع بس أنا مكملة في مسرح الاستعراضي يعني إن شاء الله بعد ما خلص كل البنسسات وقضي عليهم كلهم ودمرهم يعني هكامل في المسرح الاستعراضي يعني فتلة المسرح الاستعراضي ده برضو مش موجود في مصر وأنا حبة أن يعني أنا بحبت أرقص وغني وكده وللأسف محدش يعرف عني الحاجات دي فقلت عملها أنا بقى يعني ودلوقاتي هنطعي بيك إعلاني ونرجع تاني نكمل كواليس مسرحية تريبونت موسيقى 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 قررت لك بيقولي أنا خجولة إني شوفك على المسرح سبحانه بتتحولي أه بتتحول قدام الكاميرا بتتحول بره الكاميرا ببقى مروه هادية لا في الحياة مش هادية بس هادية مع الغرب لكن مع الناس اللي أعرفهم لا مش هادية خلصة إنتي قلت كلمة حلو قوي مع الغرب مع الأعرفهم إنتي بتبعي على المسرح حسن إنتي عاف أقولي ببقى طبعا المسرح ده أولا قشبت المسرح بتديني طاقة غريبة لها طاقة غريبة لها سحر قشبت المسرح لها سحر الجمهور سحر تاني خالص حب الناس اللي يكي وحب واستمتاحهم والسوكسي بس اللي بسمعه أو الدحك لو إنتي قلت ده بيديكي باور وطاقة يعني مش قادرة وصف جمالها يعني اللي شاف الفيلم تانجلد هيشوف إيه شابه في المسرح هيشوف شابه كتير قوي بس إحنا عاملين الطبع المسرح بتاعنا أيوة كدت من ده لنا عايزيه لا يعني إحنا يعني مش مغربين الموضوع قوي برضو حابين إن إحنا نقرب لشرقيتنا لكن إحنا مش مدمارين لحدوتة خالصية بنسبة هي تطبع مستوحية منها؟ بالضبط إحنا بنسبة 85% هي شابه لحدوتة بس طبيعي كان لازم نحط تفاصيل بتاعي حابتنا علشان يبقوا قريبين من الأطفال بتاعنا يعني ما نقلهمش على مشكلة إحيا مش عندنا أصلا أو نعالج مشكلة هي مش عندنا في بلدنا يعني وبالنسبة للأغاني نفس الموضوع برضو؟ قررتنا بتاعها قريب مثلا ومغيرات الكلمات لا 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 بخايتنا إحنا مصري جدا يعني تفاصيلنا إحنا يعني دي ريبانزل مش بالعربي 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 يتفرجوا عليها ويستمتعوا بيها دا حلمي إن شاء الله أنا بأسعى لدك كل التوفيق ليكي ومبسوطين جدا من مصرح ما شاء الله كبير وبنشوف يعني هزالك وانا من وانا دخلة أنا شايفة توابير الناس بتبقى مستنية العرض بتاعك فعلا انت بقيت كل أفراد الفامي اللي كده ما تحب تخرج هتيجي تشوف مصرحية هتخرج منها مرحة حلوة تبسطت الأطفال نفسهم اتبسطوا انتي شجاعة جدا يا مرو وعملتي حاجة زي من قول إيه برا الصندوق انتي اخترت لك خط لوحدك مشيتي عليه أنا اعتقد فيه ناس كتير هتمشي ورا مرو دا يعني شرف لي كبير جدا والحمدلله ودا توفيق من عند ربنا وحده بس يعني الحمدلله وشكليك يا رب مرو انا ورتينا وشاربتي شبكة التلفزيون الحياة وبرنامج عين كنت ممسوطة ان كنت معك في ألس وفي سنوايت والنهاردة بنحتفل بريبانزل تقولي ايه لجمهورك على ربانزل اقول لهم اقول الاول الجمهور اللي جالي ومشرفني مرسي جدا جدا على صفقتكم الغالية جدا في وفي العرض وفي المشروع كله بقولهم انا عامل المشروع دا للأطفال علشان الأطفال يستمتعوا ويحسوا ان احنا نقدر نقدر نبقوا رايبين منهم ونقدر نتكلمهم بقولي الناس اللي مجاتشي اتمنى انهم يكونوا يتفرجوا على العرض هيستمتعوا جدا جدا او هتكون بعرض كويس جدا ان شاء الله بتكسيليكوا ريبانزل مش بالعربي ريبانزل بالمصري تجربة بجد رائعة ندقون حياتك واستاذ محسن بقيتوا في كيميا بينكوا وبقيتوا بتفهموا بعض كويس وكل مرة يعني كل مرة بقابل حضرتك بيكون فيه مشروع جديد هيكون كمان احسن يعني نقدر قول ايه بتجودوا شوية كمان عن المشروع اللي قبله الف الف مبروك النجاح وبتمنى لك يا رب مزيد مزيد من التقلق انتوا فعلا بتقدموا حاجة محترمة نتشرف بها داخل مصر وخارج مصر مع حضراتكم ودرواتي هنشوف مع بعض لقاء خاص جدا وحاصري مع مؤلف ومخرج المصرحية هو المخرج محسن ريزا كل اللي شافوا في الفيلم تانجلت وما بقاش فاهم هي ازاي هتبقى طلعة فوق والشعر هيبقى نازل كل الحاجات دي هم هشوفوها هنا على المصرح بطريقة مختلفة وبتكنولوجي جديدة صح؟ تمام تمام جدا نستغللنا كل عناصر عبد المصرحي علشان نعمل عامل جذب الأطفال ونعمل كمان ان نقربهم من السينما اللي شافوه في السينما دوت اللي تقعد فيه ممتاجه وتقعد تعمل فيه شغل انيميشان كتير جدا هيشوفوها على المصرح لايف قدامهم وطبعا تعمل بروبات كتير جدا 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 تعمل شغل جرافيكس لأول مرة في الشرق الأوسط تشوف الشغل يعني مصروف عليه كويس جدا المزيكة كلها متسجلة في استوديوهات أوروبا الديكور الملابس الاكسسوار كل التفاصيل هتشوفوها إن شاء الله أعلى وتنافس العروض العالمية إن شاء الله يعني بإذن الله المصرح هنا كمان مصرح المنوارة بينافس كل المسارح العالمية المصرح كبير فيه تجهزات كبيرة المصرح هنا فخر لكل المصريين وفخر للعرب كمان لأنه مجدد هو أحدث وأخم مصرح موجود في الشرق الأوسط 1700 كرسي إمكانيات ضخمة جدا يعني صوت وقضاء إليفيتور المصرح المصرح هناك أي مخرج يحب أو يحلم أن يفعل كل شيء يفعل هنا في المصر وهذا شيء جميل حيثك قلت لي أنا بقيس الأول الموضوع لأولادي في البيت ما رأيهم في ريبونزل؟ هم في الأول لم يكن لم يصدقين برده أعدت أنا معاهم أضحكي لهم هكذا هم سوف تعمل كيف فابيا تعمل كيف فابيا أتفرجوا على العرض أنا دخلتهم فقعدوا هفضلوا مبلمين لمدة ثلاثة أربعة دقائق وبعد العرض بسألهم إيه الأخبار قالوا إن ده أحسن حاجة شفناها في حياتنا يعني حتى لغوا سنوايت وألس لأنهم في ألس قالوا دي أحسن حاجة شفناها سنوايت دي أحسن أنا ما شفت ألس وشفت سنوايت كنت مبهورة بها جدا وهنا كمان الموضوع كبير قوي يعني نهايتك عارف أنا فخورة جدا أن أنتم مصريين فنانين كنت عندكم حلم وجريت وراء يعني حضرتك ومروة كنت عندكم حلم جريت وراء وعملتوا لاين لوحدكم ناس تانية ما تجاهدش لي إن المسرح بتاع الطفل هو حاجة صعبة جدا وإنتوا كمان تختاروا روايات يعني أنتم مختارين روايات معروفة الرواية بتاع سنوايت كانت الأخوان جريم برضو هنا ركوانزل للأخوان جريم أنا أحبب أن أخذ الرواية ولكن أقدمها بالمفهوم المصري والعربي أو الرسائل اللي أنا عايز أوصلها لأولادنا يفهموها تبقى نسخة عربي بس حاجة هم حافظينها تبقى حلوة قوي أنك قطعت نص المسافة أنت عارف الحدوطة كويس لكن لما تيجي هقدمها لك أنا بشكل جديد وبشكل يتناسب مع عام 2019 بتبقى حاجة جميلة جدا أن الطفل اللي حافظ الحدوطة يجي يشوف فيها الحاجات الجديدة تبقى بالنسبة له حاجة جميلة جدا فكرة الاتجاه إن أنا ومروة وابتدوا الناس أو ابتدوا الفنانين بعض الفنانين دلوقتي يبتدوا يبتجوا للمسرح الطفل ويعملوا التجارب دي حاجة فخر الحمد لله رب العالمين ويريت يا رب كل الناس تشتغل للأطفال دي حاجة كويسة إن إحنا بدأنا الاتجاه دوت وبعدين يحصلنا ناس كتير كنت بقوله أستاذا مروة انتوا ليكوا في كل شرائح المجتمع كنت بشوف في البالون الشريحة الاجتماعية الإي وكنت بشوف البي وكنت بشوف الس يعني انتوا مش بتخطبوا شريحة معينة انتوا بتخطبوا كل الناس فدي حاجة مش سهل ومسؤولية وعشان كده وردوا عاملين مفاجأة كمان إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله في الإيمانتات اللي جاية عاملين عروض خاصة لكل المصريين بأسعار زهيدة جدا انت كانت تكون رمزية يعني عشان كل الناس تتفرج على العرض انتوا فعلا بتحبوا الفرق يعني أنا نفسي كمان أشوفه في المحافظات إن المصرح مهمة هنروح كل المحافظات الله إن شاء الله أنا نفسي وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وأنا بقولها حول حتى للدكتور إناس عبد الدايم وزارة الثقافة المخلصة الرائعة ديت أنا أنتمي لوزارة الثقافة وأنا أفتخذ أن أنا أنتمي لوزارة الثقافة وأنا تحت أمر وزارة الثقافة حتى لو هنلف كل محافظات مصر ما عندناش أي مشاكل ألف ألف أمبروك على ريكوات ربنا يبارك بك شمي تحياتي انتي كانت لقاءاتنا الخاصة جدا والحصرية من مصرحية روبونز الوقت نتلى البريك إعلاني ونرجع تاني والفقرة الجاية فقرة آخر أخبار نجوم هاريس نجوم هاليوود وأول خبر معنا عن فيلم الذي ينزل يوم 23 إبريل هو فيلم فايتنغ وزارة الثقافة أما المركز الثاني فكمل نصيب فيلم الكرتون The Lego Movie 2 The Second Part وهو 21 مليون دولار والفيلم والمركز الثالث فيلم The New Entry وهو فيلم Is It Romantic وهو 15 مليون دولار والمركز الرابع فيلم The New Entry وهو فيلم What Men Want وهو 11 مليون دولار والمركز الخامس والأخير فيلم The New Entry وهو فيلم 9 مليون دولار موسيقى هذه كانت حلقتنا النهاردة يارب تكون عجبتكم ومتبعون رتوفونا على اليوتيوب وكامل على الجروب الخاص ببرنامج على الفيس بوك وستنوني بنشرين سليمان وبرنامج عيني يوم الأربعة ورخميس الساعة 11 بساءة أنا على الحياة رقم وحد في المصر شاو